الكلام يعني عن الدوري دوري اوروبا كتير وزي ما كريم قال كده الدوريات مختلفة والدوري الانجليزي تحديدا يمكن دلوقتي هو الافضل لان المنافسة فيه كمان قوية الدوريات الاخرى امعتقدش ان فيه المنافسة يعني لو هنتكلم عن الفرنس باريس تان جرمان هي بينفس بعض وهو اللعيبة جوه بينفس بعض ممكن يعملوا فرقتين من بعض ويلوه بعض جدا لكن الدوري الانجليزي لأ عندنا اسماء وعندنا يعني لعيبة وعندنا فرق قوية جدا خلينا نبدأ بقى من المنافسة وبتشوف ازاي المنافسة راح نقارن ده بالدوري عندنا برضو ان دي نقطة تحتاج لنقارن طيب احنا اولا خلالنا نقول ان الاسبوع اللي خلص اللي هو الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع السادس في الدوري الانجليزي شفنا عدد من المفاجآت اه ابرازها مسأل خسارة تاتنم اه من ارسنال الانجليزي ارسنال بدأ بداية سيئة جدا الدوري الانجليزي السنة دي بالخسارة المباراتين على التوالي تاتنم العكس بدأ بداية اكثر من رائعة بالفوز تلت مبارات على التوالي منهم منشستر سيتي احد المرشحين بقوة للقب بعدين بيرجع تاتنم بشكل عجيب جدا بيخسر تلت مبارات على التوالي دي اول مرة تاتنم اول فرقة تكسب اول ثلاث مطشات وتخسر تاني ثلاث مطشات من سنة اربعة وتسعين اللي عملها كان فريق افرتن وساعتها احتلل المركز السبعتاشر فده بينذر تاتنم بكارثة وشيكة في جدول الترتيب الدوري شوفنا ليفر بول بيتعادل مع برينفورد اللي صاعد حديثا الى الدوري الانجليزي تلتة تلتة في مبارات رائعة غلب عليها اكتر اخطاء الدفاع من ناحية ليفر بول غلب عليها اداء مميز جدا من حارس برينفورد واداء مميز جدا من محمد صلاح بيضاوي بن بارك محمد صلاح دخوله نادي المية مع ليفر بول فقط في الدوري الانجليزي احرز مية واثنين هدف الدوري الانجليزي عمتان اتنين مع تشيلسي ومية مع ليفر بول دلوقتي هو بيتشارك قمة هدفين الدوري مع جيمي فاردي ومع ميكايل انتونيو لعيب وستهام بخمس اهدف لكل منهم محمد صلاح هو الثالث اكتر لاعب في الدوري الانجليزي مشاركة في الاهداف بخمس اهداف واثنين اسيست هو مشارك في سبع اهداف متشارك مع بول بوجبا بس بول بوجبا ما جابش جوان هو عامل سبع اسيستات اه ميكايل انتونيو هو اكتر لاعب مشاركة في الاهداف بخمس تجوان وثلاث اسيستات فهو مشارك في تمن اهداف احنا شفنا جولة مشتعلة جدا في دوري الانجليزي قصارة شيلسي من منشستر سيتي على رغم من شيلسي احد المرشحين اللقب اللي هو كان مش منطق ان هو يخسر لتكامل الاسكواد والجهود توماس تخل اللي هو المدير الفني العبقري اه بيخسر من منشستر سيتي واحد صف وبيخسر فروسيه ان هو يواصل تصدر جدوى للترتيب بينزل عشان يتشارك المركز التاني مع منشستر رينويتد ومع افرتن وليفر بول بيحتل الواحد ودلوقتي اه ومع منشستر سيتي وليفر بول دلوقتي بيحتل الواحد وصدارة الترتيب بس بفارق نوطيين بس عنده صعب تعرف ان هي حتكون عاملة زي صعب احنا لسه في الجولة السادسة وحراد زي ما بنقول دلوقتي شفت النتائج عاملة زي برينفورد اللي هو اللي صعد حديثا بيتعادل مع ليفر بول اللي هو بطل الدور الانجليزي من موسيمين بطل اوروبا من موسيمين تشالسي بيخسر وهو بطل اوروبا من منشستر سيتي اللي خسر من توتنام اللي خسر من ارسنال